رغم إلغاء الامتحان الرسمي إلا أن نتائج تلاميذ السنة الخامسة في طور الابتدائي كانت جيدة حيث حافظ التلاميذ على مستواهم الدراسي لكن بالمقابل وبحسب الأولياء كان أفضل لو تم برمجة الامتحان الرسمي داروها حسيته شغل نورمال عادي وبنتي حصل في الغزوية التعاصفة جابت 9.30 ويا تاني كانت فاي فرحانة بالمعدل التعاصف ونتمنى إن شاء الله يعودوا يرجعوا لعمل جاء إن شاء الله باش نحسوا هكذا التلاميذ بالياح يجوزوا السيزيام يفرحوا ماتين هذه كل الحلوات تاعها تاع السيزيام الحمد لله البوند دالي يشعل 9.25 الموين ديالو وقتش وقتش أنا ولدي تراجع في اللاني باسي تراجع لي لحقت الموين تاع السيس بخصك سي سيدمي في الابيروت تاع الكوفيد الأساتذة بدورهم استحسنوا نتائج التلاميذ رغم بعض التحفظات التي أبدوها حول انشغالات عديدة أبرزها الحجم السعي الذي فرضته جائحة كورونا نعم إلغاء امتحان شهادة التعليم من ابتداء يأثر على النتائج ونتكلمتني على الحجم السعي والمواد يعني لقاعدة نفس المواد العلمية والإسلامية والتاريخ والجغرافية واللغة العربية والرياضيات يعني في حجم سعي النتائج كانت متوسطة عموماً العودة لنظام التدريس العادي المرتقب السنة المقبلة من شأنه وبحسب الأساتذة رفعوا مستوى التلاميذ في جميع الأطوار خصوصاً ممن تأثروا بنظام التفويج